الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات أما بعد فيقول شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله وقول الله تعالى أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب الآية بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأصلح لنا إلهنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله التفسير يراد به البيان والإضاح وقوله تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله معلوم أن التوحيد هو مدلول لا إله إلا الله ولا إله إلا الله كلمة تدل على التوحيد فالتوحيد مدلول لا إله إلا الله ولو قيل ما التوحيد فقال المجيب هو لا إله إلا الله أي تحقيقا لها فهذا هو التوحيد فإذن توحيد وشهادة لا إله إلا الله هما شيء واحد توحيد وشهادة لا إله إلا الله هما شيء واحد ونوع العطف هنا من عطف الدال على المدلول لأن التوحيد هو المدلول مدلول لا إله إلا الله ولا إله إلا الله هي الدال على هذا المعنى الذي هو توحيد الله سبحانه وتعالى فنوع العطف هنا من باب عطف الدال على المدلول لأن التوحيد هو مدلول لا إله إلا الله والمراد بالتوحيد هنا توحيد الألوهية وتوحيد الألوهية هو معنى لا إله إلا الله أن يفرد الله سبحانه وتعالى بالعبادة لأن الإله المعبود لا إله إلا معبود الإله هو المعبود لا إله إلا الله كما قال الله عز وجل له دعوة الحق كما قال عز وجل ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير هذه الترجمة عقدها المصنف رحمه الله لتفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله أي بيام معنى شهادة أن لا إله إلا الله وقد مر معنى في الأبواب التي سبقت نصوص كثيرة وافية في تفسير التوحيد وبيان معنى لكن لما كان هذا المطلب يعد مطلبا عظيما وأمرا مهما جسيما أفرده بترجمة خاصة وهي هذه وأورد رحمه الله تعالى تحتها نصوصا عديدة مفسرة للتوحيد ومفسرة للا إله إلا الله والتفسير من حيث الجملة على نوعين تفسير من حيث الجملة على نوعين تارة يكون ببيان المعنى المراد تارة يكون ببيان المعنى المراد وتارة يكون التفسير بذكر الضد المنافي تارة يكون التفسير بذكر الضد المنافي وهذان النوعان من التفسير سلكهما المصنف رحمه الله تعالى في هذه الترجمة فيما ساق من أدلة فإن بعضها جاءت تفسيرا ببيان المعنى وبعضها جاءت تفسيرا بذكر الضد المنافي وكما قيل وبضدها تتميز الأشياء بضدها تتميز الأشياء ويدرك حسن الشيء الحسن بمعرفة قبحي ضدها السيء وهذا معنى قولهم وبضدها تتميز الأشياء قال باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله عرفنا أن مقصود هذه الترجمة هو ذكر أدلة من القرآن ومن السنة في بينا معنى لا إله الله وبينا معنى التوحيد وانظر أمرا لافتا للانتباه مهما للغاية الآن يعقد المصنف بابا في تفسير التوحيد وتفسير لا إله إلا الله ولم يتكلم هو بحرف وإنما ساق آيات فقط وحديث مفسرة وحديث مفسرة بخلاف الذي يراه الإنسان في كتب المتكلمين وغيرهم يفسرون التوحيد بالآراء وبعقولهم وتخرصاتهم والإمام رحمه الله على جادة أئمة السلف على جادة أئمة السلف قال تفسير التوحيد وما انشغل بعبارات يصغها وأشياء ينشئها وأمور يتكلفها ساق خمس أدلة فقط انتهت التفسير انتهت التفسير بخمسة أدلة ساقها كل واحد منها مفسر للا إله إلا الله كل واحد منها مفسر للتوحيد الدليل الأول هو هذا قول الله عز وجل أولئك الذين يدعون يبتعون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا يتضح المعنى المراد أكثر بقراءة ما قبلها لأن السياق جاء في إبطال دعاء غير الله وأن غير الله عز وجل لا يملك شيئا لا دفعا ولا نفعا ولا عطاءا ولا منعا لا يملك شيئا لا لنفسه ولا لغيره قال جل وعلا في الآية التي قبلها قول ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا قل أيها النبي مخاطبا هؤلاء الذين يدعون غير الله الذين يدعون غير الله ولا سيما من كانوا يدعون الملائكة أو الأنبياء أو الصالحين لأنه جاء عن ابن عباس في تفسير الآية وعن غيره قال كان أهل الشرك يقولون نعبد الملائكة والمسيح عزيرا فقل لهؤلاء الذين يدعون هؤلاء من دون الله قل لهم أيها النبي ادعوا الذين زعمتم من دونه أي من دون الله هذه صيرة عموم تشمل كل مدعو من دون الله لا يستثنى أي مدعو قل ادعوا الذين زعمتم من دونه أيًا كان هذا المدعو أيًا كان هذا المدعو أيًا كان هذا الملتج إليه كل هؤلاء يشملهم هذا العموم قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويل لا يملكون كشف الضر أي إزالته بالكلية ولا تحويل أي نقل الضر من مكان إلى آخر لا هذا ولا هذا فهم لا يملكون دفعا ولا نفعا ولا عطاءا ولا منعا ولا غير ذلك لا لأنفسهم ولا لغيرهم وإنما الذي يقدر على ذلك هو الله وحده الذي بيده سبحانه وتعالى أزمة الأمور فهو الذي يلتج إليه وحده هذا من دلائل التوحيد فهو الذي يلتج إليه وحده ويقصد سبحانه وتعالى ويفرد بجميع أنواع العبادة ثم قال أولئك الذين يدعون أولئك الذين يدعون أولئك المدعوين من دون الله والمقصود هنا الملائكة والصالحين والأنبياء وغيرهم أولئك الذين يدعون أي يدعوهما أهل الشرك ممن لا يملكون كما تقدم كشف الضر ولا تحويل شأنهم أي هؤلاء المدعوين من الملائكة والأنبياء والصالحين أنهم عباد لله مقبلون على عبادة الله وطاعة الله سبحانه وتعالى والتنافس فيها أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة هؤلاء الذين يقال لهم هؤلاء الذين أنتم تدعونهم لو تأملتم حالهم وأعمالهم لوجدتم أنهم عباد مقبلون على الله بالعبادة لا يسألون إلا الله ولا يلجأون إلا الله إلا إلى الله ولا يستغيثون إلا بالله ولا يصرفون شيئا من العبادة إلا لله أولئك الذين يدعون أولئك الذين يدعون أي أولئك الذين يدعوهم المشركون من دون الله من الملائكة والأنبياء والصالحين عباد لله يبتغون إلى ربهم الوسيلة يتنافسون في القرب من الله عبادة وذلا وخضوعا وأيضا رجاء وخوفا ويرجون رحمته ويخافون عذابه وهذه الآية كما قال أهل العلم جمعت أركان التعبد القلبية الثلاثة التي يقوم عليها كل تعبد لله وهي الحب في قول يبتغون إلى ربهم الوسيلة والرجاء في قوله يرجون رحمته والخوف في قوله ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فالآية خطاب لكل من دعى من دون الله مدعوا وذلك المدعو يبتغي إلى ربه الوسيلة يبتغي إلى الله الوسيلة ويرجو رحمته ويخاف عذابه فكل من دعى ميتا أو غائبا من الأنبياء أو الصالحين سواء كان بلفظ الاستغاثة أو غيرها فقد تناولته هذه الآية فقد تناولته هذه الآية وجه الآن الدلالة من الآية على المقصود الذي هو تفسير التوحيد وشهادة اللا إله إلا الله إذا عرفنا من خلال هذه الآية أن من دعى غير الله عز وجل فيما لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى فقد وقع في الشرك فقد وقع في الشرك لأن السياق بيان حال الشرك الذي عليه أولئك وتقبيحه قل ادعوا للذين ازعمتم من دونه هذا تقبيح الشرك الذي عليه أولئك فإذا عرفنا من خلال هذه الآية أن دعاء غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى من الشرك بالله عز وجل عرفنا أن التوحيد هو إفراد الله بالدعاء والعبادة عرفنا أن التوحيد هو إفراد الله وحده بالدعاء والعبادة لا شريك له فكان في هذه الآية تفسيراً للتوحيد وهو من التفسير بالضد لأن الآية فيها بيان الشرك وتقبيحه وأيضاً التحذير منه فتضمنت تضمنت هذه الآية في جملة المعنى الذي تدل عليه حسن التوحيد ووجوبه ووجوب إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة لأنه إذا كان من يدعو من لا يملك كشف الضر عنه ولا تحويل عمله شرك ويعد من أقبح الأعمال فإن من يفرد ربه بالدعاء يعد عمله من أشرف الأعمال وأفضلها وأجلها وهو التوحيد الذي يقوم عليه دين الله سبحانه وتعالى فأفادت الآية أن دعوة الله وحده هو التوحيد دعوة الله وحده هو التوحيد دعوة وحده إفراده بالدعاء والدعاء كما قال عليه الصلاة والسلام هو العبادة الدعاء هو العبادة نعم قال رحمه الله وقوله وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني هذه الآية الثانية المفسرة للتوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله قول الله سبحانه وتعالى وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين وجعلها كلمة باقية في عقبه وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون بإجماع أهل العلم المراد بقوله كلمة باقية لا إله إلا الله كلمة باقية المراد بها لا إله إلا الله جعلها كلمة باقية في عقبه أي جعل إبراهيم الخليل عليه السلام لا إله إلا الله كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون إلى ماذا إلى لا إله إلا الله إلى لا إله إلا الله إذا جاءت أمور وعواصف وصوارف وفتن يرجعون إلى لا إله إلا الله فيقيمون على لا إله إلا الله الدين ولا يقوم الدين إلا عليها لعلهم يرجعون إبراهيم الخليل ذكر الكلمة هنا بمعناها وهذا المقصود في تفسير لا إله إلا الله ذكر إبراهيم الخليل عليه السلام الكلمة بمعناها ما معناها؟ ما معنى لا إله إلا الله؟ إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني هذا لا إله إلا الله إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني هذا هو لا إله إلا الله التوحيد يقوم على ولا إله إلا الله تقوم على هذين الركنين الأول إنني براء مما تعبدون البراءة من كل معبود متخذ من دون الله وفي لا إله إلا الله نفي عام لا إلهة نفي عام عن كل معبود لكل معبود يقصد ويلتج إليه أيا كان نفي عام إلا الله هذا إثبات خاص للعبودية بكل معانيها لله وحده إذن قوله إنني براء مما تعبدون هذا يعادل ماذا لا إلهة إلا الذي فطرني يعادل إلا الله إلا الذي فطرني يعادل إلا الله إذن هذا هو تفسير لا إله إلا الله هذا هو تفسير لا إله إلا الله عبر عليه السلام عما نفته عما نفته لا إله إلا الله بقوله إِنَّنِي بَرَاءٌ مِمَّا تَعْبُدُونَ وعما أثبتته في قول إلا الله بقوله إلا الذي فطرني فطرني أي خلقني وأوجدني من العدم فقصر العبادة على الله وحده ونفاها عن كل ما سوى الله وهذا هو التوحيد قصر العبادة على الله وحده إلا الذي فطرني ونفاها عن كل ما سوى وهذا هو التوحيد التوحيد أعبد الله ولا تشرك به شيئا هذا هو التوحيد ألا تعبدوا إلا الله وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وما أمروا إلا ليعبدوا الله هذا هو التوحيد فإذا اجتمع في هذه الكلمة إنني براءٌ مما تعبدون إلا الذي فطرني النفي والإثبات الذين تقوم عليهم لا إلهة إلا الله فكانت هذه الكلمة مفسرة للتوحيد هذه الكلمة من إبراهيم الخليل إمام الحنفة عليه السلام مفسرة للتوحيد ولو قيل لقائل ما معنى لا إله إلا الله وقال مستفيدا من هذه الآية من قول إبراهيم الخليل ليس من قول فلان وعلان قول إبراهيم الخليل إمام الحنفة الآن لما يقال لابد من إمام هذا إمام الحنفة هذا إمام الحنفة إن إبراهيم كان أمة مرت معنا الآية إمام إمام الحنفة قد كانت لكم أسوة حسنة فلو قيل لقائل ما معنى لا إله إلا الله فقال معناها البراءة من كل ما يعبد من دون الله كائنا من كان وإثبات العبادة كلها لله وحده إلا الذي فطرني هذا تفسير لا إله إلا الله تفسير لا إله إلا الله أن يكون الدين كله لله لا يعبد إلا الله ولا يدعى إلا الله ولا يستغاث إلا بالله ولا يتوكل إلا على الله ولا يذبح إلا لله ولا ينذر إلا لله ولا يصرف شيء من العبادة إلا لله قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وبذلك يعني التوحيد أمرت وأنا أول مسلمين المسلمين أي الموحدين لله المخلصين دينهم لله لأن الإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والخلص من الشرك هذا هو هذه حقيقة الإسلام قال رحمه الله وقوله اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله الآية هذه آية ثالثة فيها تفسير أيضا للتوحيد قول الله عز وجل اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلاه سبحانه عما يشركون تأمل السياق تاما حتى يتبين لك وجه دلالة هذه الآية على تفسير التوحيد اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلاه سبحانه عما يشركون سبحانه عما يشركون ماذا صنع هؤلاء ما هو الصنيع الذي فعله هؤلاء وكان مناقبا للتوحيد مناقبا للا إله إلا الله أي شيء صنعوا قال اتخذوا أحبارهم ورهبانهم اتخذوا أحبارهم ورهبانهم الأحبار العلماء والرهبان العباد أحبار العلماء والرهبان العباد اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله عدي بن حاتم قومه ممن تعنيهم هذه الآية وتقصدهم هذه الآية لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ هذه الآية قال يا رسول الله لسنا نعبدهم ماذا يقصد عدي لما قال لسنا نعبدهم يقصد ما ناتي عند الحبر أو الراهب ونسجد ونركع ونصلي له قال لسنا نعبدهم لسنا نعبدهم يقوم ذلك يستفسر من النبي عليه الصلاة والسلام حتى يعرف ما المراد بقول الله اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله قال له النبي عليه الصلاة والسلام أليسوا يحلون الحرام فتحلونه ويحرمون الحلال يحرمون الحلال فتحرمونه قال بلى قال تلك عبادتهم قال تلك عبادتهم فكان الحديث مفسرا للآية ومجموعة الآية والحديث مفسرا للتوحيد مفسرا للتوحيد وهذه الآية هي كقول الله سبحانه وتعالى قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون مسلمون أي موحدون موحدون لله مخلصون ديننا لله لا نعبد إلا الله ولا نصف شيئا من العبادة إلا لله سبحانه وتعالى الآية دلت أن من أطاع غير الله في تحليل ما حرم الله أو تحريم ما أحله فقد اتخذه ربا ومعبودا لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال تلك ماذا عبادتهم اتخذه ربا ومعبودا وجعله شريكا لله في العبادة وذلك ينافي التوحيد وهذا وجه دلالة الآية في باب تفسير التوحيد وقد بيّن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله مسألة في هذا الباب مهمة قال لهؤلاء الذين اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله على وجههم أحدهما أن يعلموا أنهم بدلوا دين الله فيتبعونهم على هذا التبديل فيعتقدون تحليل ما حرمه الله أو تحريم ما أحله اتباعا لرؤاسائهم مع علمهم أنهم خالفوا دين الرسل فهذا كفر وقد جعله الله شركا الثاني أن يكون اعتقادهم بتحريم الحلال وتحليل الحرام ثابتا لكونهم أطاعوهم في معصية الله أطاعوهم في معصية الله كما يفعل المسلم من المعاصي التي يعتقدوها يعتقد أنها معاصي فهؤلاء لهم حكم أمثالهم من أهل الذنوب نعم ثم أورد هذه الآية الرابعة في تفسير التوحيد قول الله سبحانه ومن الناس المقصود بهم الكفار المشركون ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله من الناس أي فريق من الناس المقصود بهم المشركون الكفار الذين اتخذوا الأنداد والشركاء مع الله سبحانه وتعالى ذكر ذلك ذما لحالهم وتقبيحا لفعالهم من الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله أي كحبهم لله فالذي حصل منهم ماذا تسوية بين الأنداد والله في المحبة التي هي محبة العبودية التي هي خاصة بالله سبحانه وتعالى يحبونهم كحب الله أي يسوونهم في المحبة يسوونهم في الله بالله في المحبة المحبة المقتضية لأدل للمحبوب والخضوع له يسوونهم بالله في المحبة ولهذا هؤلاء الذين ذكر الله حالهم في هذه الآية ذكر أنهم يندمون يوم القيامة إذا أدخلوا النار ندامة شديدة لا تنفعهم في قوله سبحانه قالوا تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين هذه ندامة لكن ما تنفع يقول في النار على وجه الندامة والأسف إذ نسويكم برب العالمين أي نجعلكم مساوين لله في حقوق الله وخصائص الله المحبة محبة العبودية هذه خاصة بالله هي تختلف عن المحبة الطبيعية محبة الطبيعية هذه مسألة أخرى لكن محبة العبودية ما هي محبة العبودية؟ إذا قيل ما هي محبة العبودية؟ هي التي تقتضي الدل المحبوب والخضوع له هذه خاصة بالله وأولئك سووا معبوداتهم المتخذة بالله في المحبة ولما سووا معبوداتهم المتخذة بالله في المحبة حصل منهم ماذا؟ الدل لتلك المعبودات والخضوع الذي لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى يقف أمام تلك الأوثان المتخذة ذليلاً خاضعاً خاشعاً راجياً طامعاً بسبب هذه التسوية ومن الناس من يتخذ من دون الله أنداداً يحبونهم كحب الله أي يسوونهم بالله في المحبة المحبة التي تقتضي الدل والخضوع للمحبوب الآن قوله يحبونهم كحب الله يحبونهم كحب الله أي كمحبتهم لله فالآية تفيد أن هؤلاء المشركين يحبون الله أو لا نعم تفيد أنهم يحبون الله حباً كبيراً لكن لم يفردوه بهذا الحب وجعلوا معه شركاء فيه سووهم بالله في هذا الحب فكان صنيعهم ذلك ماذا؟ شركاً أكبر ناقلاً من الملة موجباً لماذا؟ لو تقرأ السياق بتمامه موجباً لدخول النار وعدم الخروج منها لأنك تأتيك في آخر السياق قوله وما هم بخارجين من النار وما هم بخارجين من النار بسبب هذا بسبب هذا تسوية غير الله بالله في المحبة يوم القيامة يدخلون النار ولا يخرجوا منها أبداً لأباد وما هم بخارجين من النار دلت الآية هذا وجه دلالة الآية على الباب على الترجمة دلت الآية على أن من اتخذ نداً مع الله من اتخذ نداً مع الله يحبه كحب الله فقد وقع في ماذا؟ في الشرك الأكبر المنافي للتوحيد قد وقع في الشرك الأكبر المنافي للتوحيد إذا عرفنا من الآية ما هو الشرك الأكبر فضده ماذا؟ هو التوحيد إذن هذه الآية فيها التفسير للتوحيد بماذا بالضد المناخي فضده التوحيد التوحيد هو إفراد الله بالمحبة محبة العبودية إفراده بالذل إفراده بالخضوع وعدم ما جعل السركاء معه في شيء من ذلك وبهذا يظهر معنى التوحيد وتفسيره من خلال هذه الآية الكريمة نعم قال رحمه الله في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل هذا الدليل الخامس وبه ختم رحمه الله هذه الترجمة تفسير التوحيد ولا إله إلا الله هذا الحديث العظيم المفسر للتوحيد ولا إله إلا الله قال عليه الصلاة والسلام من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه هذا الحديث من الحديث العظيمة المفسرة للتوحيد وفي رواية للحديث عند الإمام أحمد في مسنده جاء بلفظ من وحد الله بدل قوله هنا من قال لا إله إلا الله من وحد الله وكفر بما يعبد من دون له وهذا أيضا يفسر لا إله إلا الله وقد مر معنا نظيرا له في ماذا حديث معاه جاء في لفظ أول ما تدعوم إليه شهادة لا إله إلا الله وفي لفظ في صحيح البخاري أن يوحد الله هذا فيه تفسير للا إله إلا الله أنها هي التوحيد وأن التوحيد هو مدلولها وأن التوحيد هو مدلولها قال في تمام الحديث حرم ماله ودمه الآن ذكر عصمة الدم والمال وهي مترتبة على وجود أمرين دل عليهما الحديث دل عليهما الحديث وهما التوحيد على أمرين هما التوحيد الأمر الأول قول لا إله إلا الله أي عن علم ويقين عن علم ويقين لأنها قيدت بهذا القيد في نصوص كثيرة ومر الإشارة إلى بعضها مثل قوله عليه الصلاة والسلام من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله حديث عثمان والله جل وعلا قال فاعلم أنه لا إله إلا الله وقال إلا من شهد بالحق أي بلا إله إلا الله وهم يعلمون أي معنى ما شهدوا به واليقين قال أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله لا يلقى الله عبد بهما غير شاكا فيهما إلا أدخله الله الجنة وقال من قال أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله مستيقنا بها قلبه وقال في الحديث الآخر من قال لا إله إلا الله صدقا من قلبه إذن هنا قولة من قال لا إله إلا الله جاءت حديث أخرى قيدت القول بأنه عن علم عن يقين عن صدق ليس مجرد لفظ هكذا يقولها فإذن علق صلى الله عليه وسلم هذا الحكم الذي ذكر في الحديث على أمرين الأول قول لا إله إلا الله عن علم ويقين وصدق والثاني الكفر بما يعبد من دون الله الكفر بما يعبد من دون الله بكل معبود يعبد دون الله إذن لم يكتفي باللفظ وحده من قال لا إله الله لم يكتفي باللفظ وحده بل لابد من قولها مع العلم بمعناها عن يقين وأيضا البراءة من كل ما يعبد من دون الله وهذا المعنى الذي في الحديث جاء في الآية التي تلي آية الكرسي مباشرة التي تلي آية الكرسي مباشرة قول الله سبحانه وتعالى لا أكره في الدين قد تبين الرشد من الغيء فمن يكفر بالطاغوت كفر بما يعبد من دون الله فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقة أي لا إله الله كان فعلا حقا من المتمسكين بلا إله إلا الله إذن انتظم أيضا هذا الحديث انتظم تفسيرا لكلمة التوحيد لا إله إلا الله خوله في هذا الحديث وكفر بما يعبد من دون الله حرم دمه وماله وحسابه على الله أي هو الذي يتولى الحساب المطلع على السخائر لأن لنا الظاهر لنا الظاهر والله سبحانه وتعالى يتولى السرائر هذه كم دليل الآن مفسر خمسة خمسة أدلة مفسرة للا إله إلا الله وأضيف هنا حديثا خامسا أنا أرى أنه مهم جدا في هذه الترجمة أرى أنه مهم جدا غاية الأهمية في هذه الترجمة حديث عبدالله بن الزبير حديث عبدالله بن الزبير في صحيح مسلم رضي الله عنهما أنه كان يهلل دبر كل صلاة يعني مكتوبة يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير لا حول ولا قوة إلا بالله لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون ويقول رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يهلل بهن دبر كل صلاة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يهلل بهن دبر كل صلاة يسرع لكل مسلم عقب الصلاة المكتوبة أن يأتي بهذه التهليلات كم تهليلة كم مرة قال لا إله إلا الله ثلاث مرات ثلاث مرات كل واحدة من التهليلات الثلاث أتبعت بما يتعلق بالتفسير وبيان المعنى وتحقيق المقصود وإذا كان مطلوب من المسلم أن يقولها خمس مرات في اليوم عقب الصلاة المكتوبة هذا استذكار يومي خمس مرات للتوحيد ومدارسة لمعنى ومدلولة وتجديد للتوحيد تهليلها الأولى لا إله إلا الله قال عقبه وحده لا شريكنا هذا تأكيد للتوحيد لأن التوحيد نفي وإثبات لا إله إلا الله أكد الإثبات بقوله وحده وأكد النفي بقوله لا شريكنا اهتماما بمقام التوحيد اهتماما بمقام التوحيد وقوله له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير هذه برهيل للتوحيد ودلائل له دلائل على وجوب إفراد الله وحده بالعبادة وأنه لا إله إلا هو كون الملك لله والحمد لله وأنه على كل شيء قدير سبحانه وتعالى التهليلها الثانية قال بعدها ولا نعبد إلا إياه ولا نعبد إلا إياه هذا معنى لا إله إلا الله أن لا نعبد إلا الله وما أمر إلا ليعبد الله مخلصين له الدين هذا معنى لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن هذه برهيل أخرى للتوحيد لا نعبد إلا الله لأن النعمة لله والفضل لله والثناء الحسن كله لله سبحانه وتعالى هذه برهيل أن نوحد الله أن نفرده به العبادة ولا نجعل معه شريكا التهليلة الثالثة نقول بعدها ماذا مخلصين له الدين ويقال للا إله إلا الله كلمة الإخلاص لأنها تعني إخلاص الدين لله مثل ما قال الله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين وقال جل وعلا ألا لله الدين الخالص وقال فادعوه مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين إذن هذا الآن حديث جامع عظيم جدا في تفسير لا إله إلا الله ولو قيل لأحدنا فسر لا إله إلا الله تفسيرا جامعا وافيا من خلال هذا الحديث حديث عبد الله بن الزبير من مجموعة التهليلات الثلاث رأيتم لو كان الجواب معنى لا إله إلا الله تفسير لا إله إلا الله أن لا نعبد إلا الله وحده لا شريك له مخلصين له الدين هذا أجمع ما يكون وأوفى ما يكون هذا تفسير للا إله إلا الله أخذناه ممن تلقيناه ممن عن نبينا عليه الصلاة والسلام في ذكر أرشدنا أن نواضب عليه دبر كل صلاة من أجل أن نضبط التوحيد أن نضبط التوحيد أن نفهم التوحيد أن نضبط التوحيد قل رحمه الله وشرح هذه الترجمة ما بعدها من الأبواب فيه أكبر المسائل وأهمها وهي تفسير التوحيد وتفسير الشهادة وبينها بأمور واضحة هذا الموضوع لما كان أهم الموضوع ينبغي أن يعتني بها المسلم اعتنى به الإمام رحمه الله عناية عظيمة جدا عقد هذه الترجمة عقد هذه الترجمة وجميع التراجم الآتية إلى ختام الكتاب كلها شرح للتوحيد كل الأبواب الآتية كلها تفسير شرح للتوحيد ولهذا قال وشرحوا هذه الترجمة ما بعدها من الأبواب يعني إلى آخر الكتاب كله يفسر التوحيد ويبين ما هو التوحيد تارة ببيان معناه وتارة بالتحذير من ماذا من ضده وكل ذلك بالأدلة كل ذلك بالأدلة من كتاب الله وسنة نبيه صلوات الله وسلامه عليه فهذه الترجمة حقدها لأن ما بعدها من تراجم كلها في الباب نفسه كلها تفسير للتوحيد وبيان مدلوله ومعناه بدءا من قوله باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه وهكذا عقد أبواب عديدة كلها تصب في هذا المصب الذي هو تفسير التوحيد فمن المهم في حياة المسلم أن يعرف التوحيد أن يعرف أن يعرف التوحيد الذي الذي هو أهم شيء في هذه الحياة والله والله ثم والله من يدخل هذه الدنيا ويخرج منها وما عرف التوحيد ما عرف ألذ شيء في الدنيا وأهنأه وأطيبه ولهذا ينبغي أن نعظم هذه النصوص هذه الأدلة ونعتني بفهمها لا نقول نعظم كلام فلان أو كلام علان نعظم النصوص قال الله قال رسوله نعظم هذه الأدلة ونفهمها ونفهم منها التوحيد كما أراده الله وكما بيّنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ليعيش المرء في هذه الدنيا وقد داق أهنأ شيء فيها وأطيب شيء فيها وأعظم خسارة وأعظم غبن أن يخرج المرء من هذه الدنيا وأن تخرج روحه وما عرف هذا التوحيد الذي انتظمته هذه الآيات وانتظمته هذه الأدلة في كتاب الله وسنة نبي صلوات الله وسلامه وبركاته عليه نعم قال رحمه الله فيه أكبر المسائل وأهمها وهي تفسير التوحيد وتفسير الشهادة وبيّنها بأمور واضحة قال فيه أكبر المسائل هذه الترجمة تكاد تكون هي الوحيدة ذكر فيها مسألة واحدة وفصل في هذه المسألة والتفصيل الذي فصله في هذه المسألة هو بعدد الأدلة التي ذكرها في الترجمة كم دليل خمس أدلة ففصل هنا بعدد هذه الأدلة بحيث وضح وجه دلالة وجه دلالة الآية أو الحديث على المقصود على الترجمة فاكتفى بمسألة واحدة قال فيه أي هذا الباب أكبر المسائل وأهمها وهي تفسير التوحيد وتفسير الشهادة وبيانها بأمور واضحة وبيانها بأمور واضحة منها منها آية الإسراء بيّن فيها الرد على المشركين الذين يدعون الصالحين ففيها بيان أن هذا هو الشرك الأكبر ومنها آية براءة بيّن فيها أن أهل الكتاب اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله وبيّن أنهم لم يؤمروا إلا بأن يعبدوا إلها واحدا مع أن تفسيرها الذي لا إشكال فيه طاعة العلماء والعباد في المعصية لا دعاؤهم إياهم ومنها قول الخليل عليه السلام للكفار إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فاستثنى من المعبودين ربه وذكر سبحانه أن هذه البراءة وهذه الموالات هي الشهادة أن لا إله إلا الله فقال واجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون ومنها آية البقرة في الكفار الذين قال الله فيهم وما هم بخارجين من النار ذكر أنهم يحبون أندادهم كحب الله فدل على أنهم يحبون الله حبا عظيما ولم يدخلهم في الإسلام فكيف بمن أحب الند حبا أكبر من حب الله فكيف بمن لا يحب إلا الند فكيف بمن لا يحب إلا الند وحده ولا يحب الله ولم يحب الله ومنها قوله صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وهذا من أعظم ما يبين معنى لا إله إلا الله فإنه لم يجعل التلفظ بها عاصما للدم والمال بل ولا معرفة معناها مع لفظها بل ولا الإقرار بذلك بل ولا كونه لا يدعو إلا الله وحده لا شريك له بل لا يحرم ماله ودمه حتى يضيف إلى ذلك الكفر بما يعبد من دون الله فإن شك أو توقف لم يحرم ماله ودمه فيا لها من مسألة ما أجلها ويا له من بيان ما أوضحه وحجة ما أقطعها للمنازع نعم هذا كل مرة معنا الكلام عنه بما تيسر عند كل دليل من هذه الأدلة نسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا وأن يزيدنا علما وتوفيقا وأن يصلح لنا شأننا كله وأن يهدينا إليه سراطا مستقيما اللهم آت نفوسنا تقواها زكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرة التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا من كل خير والموت راحة لنا من كل شر اللهم يا ربنا يا حيا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين اجعلنا أجمعين من محقق التوحيد اللهم اجعلنا من محقق التوحيد اللهم اجعلنا من محقق التوحيد اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك ونحن نعلم ونستغفرك لما لا نعلم اللهم إنا نعوذ بك من شر ما علمنا ومن شر ما لم نعلم ونعوذ بك من شر ما عملنا ومن شر ما لم نعمل اللهم إنا نعوذ بك من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا اللهم أصلح لنا شأننا كله ولا تكنا إلى أنفسنا طرفة عين اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد ونسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك ونسألك قلبا سليما ولسانا صادقا ونسألك من خير ما تعلم ونعوذ بك من شر ما تعلم ونستغفرك لما تعلم إنك أنت علام الغيوب اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل ونسألك من خير ما سألك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما عاذ منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم وأن تجعل كل قضاء قضيته لنا خيرا اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين ونفس كرب المكروبين واقضي الدين عن المدينين وشمرضانا ومرضى المسلمين ورحم موتانا وموت المسلمين اللهم أصلح ذات بيننا وأئلب بين قلوبنا واهدنا السبل السلام وأخرجنا من الظلمات إلى النور اللهم وأنجل مستضعفين من المسلمين واحقن دماءهم يا رب العالمين واحفظهم بما تحفظ به عبادك الصالحين اللهم وفق ولي أمرنا لهداك واجعل عمله في رضاك واسدده في أقواله وأعماله اللهم وفقه وولي عهده لما فيه صلاح البلاد والعباد ولما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا الله متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا فأرسل السماء علينا مدرارا اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم إنا نسألك غيثا مغيثا هنيئا مريئا سحا طبقا نافعا غير ضار اللهم سقيا رحمة لا سقيا هدم ولا عذاب ولا غرق اللهم أعطنا ولا تحرمنا وزدنا ولا تنقصنا وآثرنا ولا تؤثر علينا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين أصلح لنا أجمعين النية والذرية والعمل سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك اللهم صلي وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين جزاكم الله خيرا